بسم الله الرحمن الرحيم فبقدر الامكان هنحاول ننلم بعض القواعد الهمة كله جاهز ورق وقلم ونستعد الكمياء العضوية الكمياء العضوية تسمى بكيميا الكربون الكمياء العضوية تسمى بكيميا الكربون وعلل ثلاثة أسباب نمرة واحد وجود الكربون كعنصر أساسي بها يبقى أي مركب عضوية لازم يكون فيه كربون فدالخدناه في التهجين في التعنيه السنوي الميثان والإيثيلين إيسيلين واستيلين أو اسمه إيصاين يبقى وجود الكربون كعنصر أساسي في أي مركب عضوية نمرة اتنين وجود الكربون فيه سلاسل عديدة إيه سلاسل دي؟ يبقى الكربون في الكيميا العضوية لا تكون رباع التكافأ لا تكون رباع التكافأ يبقى لحواليه أربع روابط كلها تساهمية فبالنسبة للميثان هيبقى الأربع هيدروجين ممكن الإيثيلين آه فيه ربط مجوز يبقى الكربون رباعي برضو بس فيه ربط مجوز مرة الكربون هتلاقيه بقى حوالي ربط سلاسية في الإيثيلين آه يبقى هذه كلمة السلاسل يبقى مناه يبقى الكربون كل الروابط أحدية مرة فيه ربط مجوز مرة فيه ربط سلاسية أي رسمة تعجبك هتلاقي الكربون فعلا محاب بأربع روابط لازم وكلها روابط تساهمية فقط نعمل تلاقيه التاريخ ترتباط ذرات الكربون مع بعضها ترتبط بطرق مختلفة فمرة ألاقي ذرات الكربون ترسم فيه خط مستقيم والباقي هيدروجين والهيدروجين يكتب أو لا يكتب يبقى كتبت الهيدروجين ماشي سبت فاضل نعرف إنها هيدروجين لكن أي عنصر آخر لازم يتكتب ممكن تلاقي فيه تفرع زرات الكربون جمبادة ووحدة الوحدة كده ممكن نلاقي حلقة مشبعة وحلقة غير مشبعة كل ده نغض فيه ما بعد يبقى هذه كلمة ثلاثة عديدة طيب ماذا نلاحظ نلاحظ كذا حاجة من التعريف ده أولا الاسم جزاج مثان إثلين إيساين جت الزاج يبقى لازم نعرف واحد اثنين باللغة اللاتينية فكل يكتب واحد باللغة اللاتينية يعني مية اثنين إيس تلاتة برب أربعة بيوت خمسة بنت ستة هكس سبعة هبت تمانية أكت تسعة نون عشرة دي يبقى ده واحد من عشرة باللغة اللاتينية فبنعد منعد زرات الكربون فقط إن كيمية العضوية كيمية الكربون بس ما عد جغل الكربون فقط فهنا لجيت ذر الكربون واحدة فقلنا مية أمه ليه ألف نون دي يبقى لما ناخد إن شاء الله العائلات إن كيمية العضوية تنقسم العائلات فعائلة فيهم اسمها الألكانات الألكانات مفردها الألكان الواحد فبناخد آخر حرفين يبقى ميس يعني واحد وآن دي اسم العائلة يبقى الميسان اللي اسم مبازل اسم لنبيه زرات كربون واحدة ومن عائلة الألكانات فرد من عائلة اسم عائلة الألكانات فرتين كربون إيس إتنين طيب إيه كلمتيلين دي عائلة تانية اسم عائلة الألكينات مفردها الألكين الواحد أو الألكي أو الألكيلين يبقى ناخد المقطع الأخير ليه ميلين إيه سيلين أو له اسم آخر إيه سيلين ينفع يبقى لأيما أخدنا المقطعين لأيما أخدنا المقطع إيه لين كده صحة كده صحة العائلة التالتة إيه برضو زراتين كربون وما ليه آيين دي لما لقى ربط سلسية عائلة تالتة اسم عائلة الألكينات مفردها لا فتنظري ان هنا الكربون رابطة وحدية رابطة مجودة رابطة سلاسية يوبا دي باقي لازم يقولنا الكربون يكون رباعات تكافأ طيب بالنزل ده اربعة ضرات كربون وده اربعة ضرات كربون طيب دولة خمسة ممكن الخمسة دولة بخط مستقيم ايوة وممكن ديته بتفرع ايوة فهل المركب ده زي المركب ده نقول لك لا اختلفوا ليه ان فيه ظاهرة عندنا اسمها ظاهرة الايزو مارزم قبل ما ناخدها لا فتناظر حاجة فهل فيه فرج بين الرمض ده والرمض ده ايوة طبعا يوبا دي القاعدة التانية وهي الصيغة الجزائية والصيغة البنائية فانا شوف احكيتها كل اكتب تعريف الصيغة الجزائية تعريف الصيغة الجزائية هي تلك الصيغة التي تبين نوع وعدد نوع وعدد الزرات الموجودة في المركب يبين نوع وعدد الزرات الموجودة في المركب يبا لما كتبت الميثان كده عرفت مما يتكون يتكون من كربون وهيدروجين هذا النوع العدد واحد واربع لما كتبنا الاثلين بهذه الصورة عرفتنا بيتكون من كربون وهيدروجين كم كربون اتنين والعدد اربع لما كتبنا الاثلين بهذه الصورة عرفتنا بيتكون من كربون وهيدروجين العدد اتنين والاثنين هذا الكلام ما بينفعش في العضوية في العضوية لازم نرسم في يلا بينا نشوف الصيغة البنائية الصيغة البنائية هي تلك الصيغة التي تبين برضو نوع وعدد الزرات زي اللي فوق وترتيب الزرات وتكافؤ العنصر تكافؤ العنصر ونوع الروابط الله 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 ده ده حاجات كثيرة يعني بتبين خمس حاجات نوع وعدد وترتيب وتكافؤ ونوع الروابط بصوا معايا يبقى لما كتبنا كده غير لما رسمنا هنا تلعنا من الناس في حاجات كثيرة طلعنا منه انه عرفنا النوع والعدد النوع كربون وهيدروجين العدد برضو واحد واربعة يبقى زي دي بس عرفنا حاجات زي دي ده ترتيب الزرات شوف هنا الكربون فين في الاول غالب اتالي في النص الاربع على بعض غالب بكل واحد يبقى ترتيب الزرات بشكل معين شوف الترتيب هنا شوف الترتيب هنا عرفنا ايه كمان تكافؤ العنصر بمجرد النظر عرفنا الكربون تكافؤ رباعي عرفت ازاي محاط باربع ازرع لكن هنا ما نعرفش فنبتر ان نرجع لعضية التاكسس تانية سنة وينصبها ممكن تبقى غلط لكن هنا بمجرد النظر عرفنا الكربون تكافؤ رباعي عرفنا الهيدروجين تكافؤه احدى بمجرد النظر الكربون رباعي واحد اتنين تلات اربعة الهيدروجين احدى وهكذا عرفنا ايه كمان نوع الروابط بمجرد شرط 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 يبقى روابط تساهمية لكن لما اتكتب كده ما كناش عارفين حاجة فهذه الكيمية العضوية تعتمد على الفهم والاقناع وليس الحفظ فقط يبقى لازم نفهمها في الاول لازم عشان نقدر نكمل فهذه التغالي البنائية وصولة جزائية حتى توديني هذا الكلام الى الرمض بقى ده ده خمس زرات كربون وده خمسة ولكن هل هناك فرق ايوة فدي سموها ظاهرة كل يكتب رجع في منتغلها مية اللي جاية دي ظاهرة المشابهة الجزائية او ظاهرة الايزو مارزن او ظاهرة التشكل اي واحدة من دولي جابتها صح ظاهرة المشابهة الجزائية او الايزو مارز او التشكل ايه حكاية هذية يوبا تعريفها هي مركبات عضوية مختلفة مركبات عضوية مختلفة مختلفة تتفق في الصيغة الجزائية وتختلف في الصيغة البنائية يؤدي ذلك الى يؤدي ذلك الى اختلاف في الخواص الفيزيائية والكيميائية يلا بينا نترجم ببناء مركبات وضوية مختلفة تتفق في الصيغة الجزائية يعني تيجي تكتب الرمز على بعضه تلاقيه متشابه ويختلف في الصيغة البنائية تيجي ترسم تلاقيه اختلف ادى ذلك الاختلاف في الخواص الفيزيائية والكيميائية نشوف ازاي فمثلا الرمز C2 H6O مثلا ده على بعضه اسمه صيغة جزائية مالهلي لما اجي ارسمها ارسمها ازاي ركزوا معايا يب عندنا اتنين كربون اتنين كربون يب اول واحد اذا نتفقنا لانا نكون كله كربون حواليه اربع ازرق واد التاني عزالها اربع حوالي لو جفنا الاكسجين في النص كده هي ليحنا الليكسجين تكاف اصناقي يب كده هيخلصنا مني شوف كم مكان فاضي واحد ادنين تلات اربعة خمسة ستة عندك ستة يدرجين ايوه كمان يب اده اول مركب شبهناه باجا بالقاتي هاجي ارسم الاسمه تاني ده عايز اربعة ده عايز اربعة شبهناه بالقاتي باجا الليكسجين لما جه اول ليلة ونام في النص من حظ الفجري جي في الليلة دي حر موت ففطس من الحر جيت ان الليلة قال لا يا عمي انا نم في الهوى من برة والنقل وماشي ام الميني نم في النص اكيد الهيدرجين فنقرب الهيدرجين للربطة دي للربطة دي تنفع ايوه تنفع طيب الهيدرجين طيب الهيدرجين تكافه سنائي ادربطة يبقى نقصرها بتا تاني يلا خش على الهيدرجين بدا عندك ستة هيدرجين واحد نين تالاتة اربعة خمسة ستة اوه صح يبقى كده مزبوطة ما ازل نلاحظ المركب داغر ده خالص ازاي ممكن نجمع دول ونقول سي اتش تلاتة دول سي اتش تلاتة قداما لكم اوه سي اتش تلاتة ماشي ده وده ايو طبع دولة ممكن نجمع الهاتين اقول سي اتش تنين اتش خمسة اوه اتش اوه الكيمية العضوية زي ما قلنا عائلات فناخدها بعد شوية ان شاء الله لما نلاقي دروكسيت في النص يبقى عائلة اسمها عائلة الاثيرات مفردة اثير واحد يبقى عنا بالعرب نقول اثير واجع في الاصر يعني هنا في الكيمية نقول اثير بالسه يبقى ده اثير اوه ما لاجه دروكسيت لكيمة العضوية عائلة اسمها عائلة الكحلات ده فرض منها يبقى نعرف فيما بعد ان ده اسمه ثير ثنائي ميسايل وهنا عرف ليه وده اسمه كحل يسيلي يبقى ما يزم نلاحظ مركبات وعضوية مختلفة ده من عائلة وده من عائلة تتافق في الصيغة الجزائية هم الاثنين فيهم زرتين كربون هم الاثنين فيهم ستة هدرجين هم الاثنين فيهم واحد اكسيجين واختلفوا في الصيغة البنائية الرسمة دي غير الرسمة دي خالص الاختلاف في الخواص الفيزيائية والكيميائية ان الاثير عائلة كبيرة لها خواص فيزيائية وكيميائية الوحديها والكحلات عائلة كبيرة لها خواص كيميائية وفيزيائية وحديها يبقى ما مختلفين تماما يبقى شبهناها باثنين اخوات عندهم ارض ده مساحاتها فدان وده مساحاتها فدان يبقى هم الاثنين متسوين في مساحة الارض. ده تبرع الارض لبناء جامع. ده تبرع الارض لبناء كبريه. يا ابني ايه? هو حر? ارضه هو حر فيها. ايه المهم؟ بادة المبانة البني. فالناس شافوا شكل المبنى من الخارج. هل شكل مبنى الجامع زي مبنى الكبريه? اختلف شكل المبنى. ادى ذلك الاختلاف الخاصة زيه الكبريه الكومائيه الجامع مو ده كبريه بروحو الناس المعافئة. الجامع يريحو حلوة الكبريه معافئة. الجامع عديك الجنة؟ ايه الكبريه عديك النار? الجامع بروحو الرجالة? الكبريه بروحو الحريم. اه في ناس قعدة مبارسة عرفنا الفرج على طول. طيل. في واحد يسأل. انت عطيت الاكسجين هنا. ممكن نحوش ونخلي هنا. عاد. يبقى كحول برضا. يبقى لو تحاش يبقى كحول برضا. ممكن تحط هنا. هنا هنا اي حتة تعجب. المهم الاكسجين طول ما يبقى هيدروجين يبقى كحول في اي حتة تعجب. فقادر رسمك مثال اخر. سي اتنين. سي تلاتة. اتش ستة. او. ده يتلسم ازاي? تلات ذرات كربون. اريحك وجه المرة دي. واعمله مرة بعضها. الاكسجين زي ما انتفاجنا ما بيحبش الحر. فاول ما جيه قال انه ما يحبش الحر. خلوني الواحدة في الطرف وما جيبوش معايا هيدروجين. ان هنا كان معاها هيدروجين دايق وبرده. وان هلو ماشي. يبقى الاكسجين جيه ايه بالرابطة مجلس بتاعته وخلصنا منه. واحنا نكمل لوحدينا. يلا كلنا نشطط. رابطة اتنين تلاتة. بناقصة رابطة. رابطة اتنين بناقصة اتنين. رابطة بناقصة تلاتة. يلا النادم على الهيدروجين. ستة هيدروجين. واحد اتنين تلاتة. اربعة خمسة وستة. اجابة صحيحة. وراسمة صحيحة. الراتبة التانية. جيه بقى الاكسجين. لما عمالي الشرط علينا. انا منامشي في الهواء. وما حد شنو الجنبي. جيه في الليلة دي بقى برد شديد. فجال شهال شديد. وغرج نفتي. فجيه تاني مرة قال لا لا لا. منامشي في الهواء ابدا. انا هنم في النص والوحدي. قلنا انا ماشي. براحتك. يبقى مرة في الهواء الوحدة. ومرة في النص الوحدة. يلا نكمل الوحدينا. ادي ربطة. يبقى عايزة تلاتة. ربطة اتنين تلاتة اربعة كملت. دي عايزة تلاتة. ما اظن نلاحظ اختلف موضع الاكسجين ايضا. مرة هنا كان في الطرف. مرة هنا في النص. يبقى اكيد المركب ده غير المركب ده خالص. يلا نعملهم تجميع. سي اتنين. اتش خمسة. انهم ادول. سي اتش او. فايدة التجميع ده ايه? عشان اقول لك من عائلة كزا. عشان نقفل عائلات. دي سي اتش تلاتة. سي او في النص. سي اتش تلاتة. عائلة تانا ها. يب ان شاء الله لما انت نناول العائلات. اول ملاقي الرمض ده. عائلة اسماعيلة القلبهيدات. مفردة قلبهيد واحد. او من لاقي سي او في النص. عائلة اسماعيلة الكيتونات. مفردة كيتون واحد. يبقى لما كان اكسجين له واحده? قلنا اثير. سي او عائلة الكيتون. هنعرفه ما بعد ان شاء الله. ده اسمه بروبانال. وهنعرف ليه? وده كيتون ثنائي ميسايا. يبقى دي قاعدة حلوة من قاعدة الكيمية. وانا اخذها كل حصة تقريبا. القاعدة التالتة بقى وهي الكلام ده ايه كلمة نيسايل? كلمة ايسايل? فدي اهم القاعدة بقى جاية وهي مجموعة الالكايل. ويلا بينا شوف احكايتها. مجموعة الالكايل. مجموعة الالكايل. دي بقى مهمة جدا جدا جدا. ورغم كده ما تجيش في انتحانات. مهمة جدا جدا. ما تجيش في انتحانات. ايوة. يبين على لغة ولا? اصحى يا عمو يا عمو يا عمو. بص اقولك ايه? عندي اللغة يا عمو. ايه ده? اصحى. ازاي مهمة جدا جدا وجيشتهم تحانات. كل قواعد الكيمية موجودة فيها دي. كل العائلات اذا شرحتها الصبورة هتجيشكم دلوقتي من زياتي. في الله بينا نشوف ازاي. مجموعة الالكايل هي مركتبات عضوية. مركتبات عضوية. هايدرو كربونية. اليفاتية. مشتقة من الالكانات. وذلك بنزع زرة هيدروجين منها. وذلك بنزع زرة هيدروجين منها. واستبدال المقطع. انا بالمقطع يل. ولا توجد منفردة في الطبيعة. ولا توجد منفردة في الطبيعة. ولها الصيغة العامة. ولها الصيغة العامة. سي ان اتشو تو ان زائد واحد. ويرمز لها ويرمز لها بالرمز. شرطة. ايه عامل كلما على الصبورة ده? الكلام خطير يعني ولا فهمين ولا كلمة. يبا ده بشابين بمثال اللي يقول لك يطسني جاموسة تكون عامية. ده كنت فهم حاجة. مش فهمين ولا كلمة العصبورة. ايه هو ده? وهي اللي انتارجين. هي مركبات عضوية. يعني مجموعة الالتال دي موجودة في كيمة العضوية فقط. ما فيه زيافة كيمة العضية ابدا. هيدرو كربونية. يعني فيها كربون وادجين بس. يبا ده ما انفعش ده. ده فيكسجين اه. لا لديك فيها كربون وادجين فقط. مشتقة الاليفاتية. يعني ترسل في قط مستقيم زي الرسمات دي. ما تتغسمش كده ولا كده. طيب. مشتقة من الالكنات. ايه الالكنات دي? الالكنات ان شاء الله العيلة الاولى اللي سناخدها فيه ما بعد. بس ناخد فكرة في سرعة كده. يوبا نعمل جدل زي كده. الالكنات مفرد الالكان الواحد. ازاي نجيب منها مجموعة الالكاين. الالكان وازاي نجيب منها مجموعة الالكاين. يوبا الالكنات دي ايه اول عيلة في المنهج. لسه اخد نهاش طبعا. بس نهاردة نكلم على بعض افرادة عشان نلحك بس نخلص نجدها الالكاين دي. اول فرد فيها لنا كنا كاتبين من شوية. ميسان. ماله ده ميسان او الفرد. يوبا لو بصناله قلنا وراسمته كده. ناشى فيه اربعة دي جين اه. يوبا الالكانات اللي لسه مخدتاش اقدر تلاح من هنا برضه. الالكانات اللي لسه مخدناش هي مركبات عضوية. هايدرو كربونية. اليفاتية مشبعة. مشبعة. ايه مشبعة بقى? يوبا ان شاء الله لما احنا لسامنا من شوية جلنا مرة كربوني لاجيه كده مرة في رابطة مجوز مرة في رابطة سلسية اليف روابط واحدية فقط يوبا ده مشابع. يعني الرأس ما دي جيبا معناكم اه? وقل اللي روابط احادية ما فيش رابطة مجوز ولا سلي ст مسبعة ده? ده لادة غير مشابع فيه رابط اه? ده في روابط في روابط يوبا الكيمية فيه مشابع وغير مشابع. فعرضت الالكانات اللي لسه مخدناش نفس التعريف ده بس مشبعة. هي مركبات تضوية هيدرو كربونية على فتحة هي مشبعة. وكل رابطها وحادية من الناس اجمل. ما لها دي? ده اول فرد فيها. يبقى تاني فرد. هنجيب زرتين كربون يبقى نعوز ستة. واحد نكره يقول لا. الاتنين نعوز تمانية. الواحد واخدها الاربعة. يبقى الاتنين تاخد تمانية. يقول لا لا مش بمزاجة. الواحد عايز هربعة صحة اه? طب والتاني عايز اربعة يبقى تمانية. بس ما تنسش كمية الافاتي. لازم نصل دي مع دي. يبقى نعوز ستة. سي تلاتة هنعوز تمانية. فبعدل ما تتعب بقى وتفسد جات نزاية تمانية كل ما نروح تزاوز زرت كربون تزاوز معها اتنين هيدروجين. كل ما تروح تزاوز زرت كربون تزاوز معها اتنين هيدروجين. يبقى الفرد الرابع فيه اربعة اتش ثمانية واتنين عاشرة. الفرد الخامس اتناشر. الفرد السادس. يبقى ستة افراد من عائلة الالكانات اللي لسه ما خدناها. اسمها مي سان. طب ودي خدنا واحد اتنين باللاتينة. اتنين ايه? ومن عائلة الالكانت يبقى ايه سان? تلاتة بروب? بروبان. اربعة بيوت? بيوتان. خمسة بنت? بنتان. ستة ايكس? هيكسان. يبقى ستة افراد الاولى من عائلة الالكانات نسا مخدناهاش. بس اعوز ليه? عشان نخش على الكلام اللي هنا. مجموعة الالكاين. هي مركزات وضوية هيدروجين مش تاقة? ايوه? جاي من اين? جاي من الالكانات. هنجبتلك شوية الكلامات اه? طالع الالكار يلا. وذلك ونازل ازارة هيدروجين منها. حش لوحد هيدروجين من دي? يتبقى سي اتش تلاتة. بس لازم احط شرطها. شرط تيت. ان دول لما كانوا كاملين. خلاص. لكن هتحشوا هيدروجين يبقى فيه مكان فاضي. لازم نكتب شرطها. لازم. مجوعة دي سي اتنين اتش خمسة شرطة. سي تلاتة اتش سبعة شرطة. سي اربعة اتش تسعة شرطة. سي خمسة اتش احداشر شرطة. سي ستة اتش تلاتاشر شرطة. الله. يلا انا كل ما نبص بجا فعلت الالكايلها. دي. انا عايز دي خلاص. يبقى هي مركبات عضوية. هيدرو كاربونيج ده معنيكم. اليفة تلما ترسم ترسم خط مستقيم. ومشبعة ومشتقة اصلاها. اصلا الكان. ازاي? لما حاش واحد هتجين منها. هل الاسم يظل كما هو? لا طبعا ده هالة جديدة. مع استبدال المقطع آل. بالمقطع يل. يبقى اظهر التربون واحدة ميز. بس ما جولش ميسا. هجول ميسا يل. اتنين ايس. ايسا يل. تلاتة بروب. بروبا يل. اربع بيوت. بيوتا يل. خمسة بنت. بنتا يل. ستة هيكس. هيكسا يل. الله نغمات. نغمات كميائية. ميسا يل. ايسا يل. بروبا يل. بيوتا يل. منتا يل. هيكسا يل. وهكذا. يبقى كده ظهرت. ولا توجد منفردة في الطبيعة. يبقى لازم كل مكان فاضي من دول. يمرتبط بحد. شبهن هب مين حسنة لي فاتت. بالمجمعات الزرية. بالبنات. لا تكون ماشيين معاهم اخوهم او ابوهم. فبالزبط دي. دي المجمعات الزرية بتاعت كيمة العضوية. لا تكون نصرين بحد. زي ما نشوف حالا دلوقتي. ويرمز لها بالرمز كابتال ار شرطة. يلا استعدوا بجا. عشان نعرف العائلات. قعد الار شرطة. لسي قبل مش يشرحها. خلنس على دي بجا. وهي لها الصيغة العامة. سي ان اتش اتو ان زاد واحد. اجي الرمز لو نسيته. هابتكر ازاي. اقول ده عندك زر كربون واحد. ما عندك زر كربون واحدة. ونسيت الهدرجين. اربع يا رب ولا عشر ولا خمسة. اقول لا استخدم القادة دي. حوش نون وحط واحد. يبه اتنين في واحد. باتنين واحد تبه تلاتة. اه ده اول فرق اه. بس هو تنسى الشرطة. لما يكون عندك زر كربون. عايز اعرف كم هدرجين ساعدة الالتاية مش الالكان. يبه اتنين واتزاد واحد. اتنين في اتنين باربعة واحد تبه خمسة. يبه سوا تنسى الشرطة. صح. لو عندك ست زرات كربون. يعتارها كم هدرجين. ستة باتنين باتناشر واحد تلاتاشر. بس كلمة الصيغة العامة. يلا نشوف حكاية ار. وكلنا بقى نجاهز ورقة ونكتب كويس. العلاقة بتاعة الوضوية كلها. يا مساهل. يبه ار ويا ماشى في الطريق. بتدور على حد. فليجت هيدرجين. يا ترى ينفع. ايو ينفع. المهم يباشر مكان فاضي. يبه ار لو جالها هيدرجين. يا ترى تباها. يلا صح صح. اي خلا من دول. لو انا حطت لها هيدرجين اللي يحصل. ترجع على اصلها. ترجع على اصلها. اصلها ايه? الكان. يبه دا عيلة الالكان. اروا يا ماشى بالطريق. لو ليجت ار تاني. ينفع? ينفع. المهم يتباش فاضية. طب يا ترى تباها. تبه الكان برضو. ازاي? يشو? ايو واحدة من دول تعجبك. حط على وعض. او حطها مع اتنين كل اتنين مع بعض. دي سي اتشو تلاتة. حط سي اتشو تلاتة تاني عليها كده. يطلع لك الرمزة. سي اتمن اتشو ستة هون. حط الاتنين دول على بعض. يبه سي تلاتة اتشو تمانية هون. يبه لما نشوف المنج ان شاء الله. ازاي? من عائلة الالكايل. نحويل الالتالكان فيه ترى كتين. اللي ياما نحط عليها هيدروكسيد. لان ما نحطها عليها ار زي ما نشوف المنج تفاها الفورتز. المهم. اروا يا ما اشوف الطريق. ليجي تهيدروكسيد. يا طرى. تبه ايه? تبه كحول. يبه اللي كنو كتبينها من شوية. اصحوا. راجع الورقة من جدام. ستنين اتشو خمسة او اتش. مكتوب ايه عندك في الورقة? مكتوب كحول ايه سيلي. اللي عايز سيسل بقى. جي منين? عاربت ازاي يا استاذ اللي عايز كحول? لما اللي ياجها هيدروكسيد. ايه كلمة اسيلي دي? في الجاد ولا هوا. ستنين اتشو خمسة. الله. هي دي الار اي? اي واحدة من دول اسمها ايه. يبه ستنين اتشو خمسة دي هتلاقيه هنا اكيد. مجموعة ايه سايل ها? ستنين اتشو خمسة. يبه كده عارفنا اللي دي كحول? ان فيها هيدروكسيد. ولقي سيلي ان يحتوي على مجموعة الكاهيل اسمها ايه سايل? يب ايه المركه في العالم تلاقي فيها هيدروكسيد في كيميلا عضوية? تقفل ده كيمية عضوية تقفل د目ية الكحولات لكن هيدروكسيد في كيمية العادية? لا ده قاله لي. طب ايه الفرق من ده دة? اه? انه ده هيدروكسيد وده هيدروكسيد بس تداهج مع ايه ا direito ايه ايه يعني فيه كربون لازم? يبه كيمية العضوية فيها كربون? يبه ده كيميلا Опوية دي? ميش كيمية عادية? الكيمية العادية بفاش كربونها. يبا دي هادوكسيد صوب دي قلو ده. لكن هادوكسيد يكيب العضوية عارف ازاي? لما يكون مجموعة اذكايل معاه واحدة من دول. كافت داك عائلة الكحلات. اروي ماشا بالطريق. ليجت ار تاني. ليجي اوكسيجين. يبا لما يقع اوكسيجي في النص يبا عيلا اسم عائلة الافيارات. شبهناها بعريس واحد وعرستين. دي تشد فيه من دراع. ودي تشد من دراع. ده عريسة انا. لايختي ده عريسة انا. ده عريسة انا. ده عريسة انا. قطع دراعاته يعيني. ورغم كده الجواز هم هم الاتنين بدراعاته المكتوعة. فهو ده الاثير. واجه اثير واسطيهم. خد نعمل شوية الرند عندك في الورجة. سي اتش تلاتة. اه سي اتش تلاتة. اسمه في الورجة الكابينة. اسمه اثير. ثنائي مي سايل. عرفت ازاي يا استاد. لما لاجه في النص. اقول اسايل. بعد كده مجموعة نسائل اكيد في الجدول اكيد. ايوها. ومسائل من ناحة التانية. يبقى اسايل تناني. صايل فعلا. اروا يا ماشا في الطريق. لو لجي سي اتش او. توبة ايه? عيلة القلدهدات. لما لاجس اتش او. يبقى عيلة القلدهد. لما نشوف النساء بتاعها. خدنا من شوية. سي اتش او. عيلة ايه ده? قلدهد. سمينا ايه? سمينا من شوية او اسم اخر. بروب نال بهايد. بروب ليه? تلات درات كربون. تلاتة بلاتين بروب. والضهيد اسم العيل. او فيما بعد بروب نال زي ما نشوف فيما بعد. ار ويا ماشا بالطريق. لو لجي سي او في النص. يبقى عيلة. اسم عيلة الكيتونات. يبقى المسالة خدناها من شوية. سي او. سي اتش سري. سميناها ايه من شوية? سميناها كيتون. فنائي. ميسايل. عارفت ازاي يا استاذ? كيتون. سي او في النص. ميسايل الاهياتك. اه? ميسايل تاني هناك. يبقى كيتون فنائي ميسايل. ايه كمان. يبقى. ار. ويا ماشا بالطريق. لو الليجي سي او او اتش تبقى ايه? تبقى حمضة اضوي. الله الله. في الكيمة العادية. الاحماضنا عارفها ازاي فيه هيدروجين. حمض الهايدروكلوريك. حمض الكابريتيك. حمض الميتريك. فيه هيدروجين. الكيمة العضوية اتعرفها ازاي? لما نلاقى مجموعة الكاربوكسيل. فمثلا سي اتش سري. سي او او اتش. كلنا اخدناها في لسانة وتانية سانة في اعدادها ايضا. حمض الاسيتيك. لو الخلف. حمض الاسيتيك. لكن فيه ما بعد. اسمه حمض. زرتين كربون ايس. سانويك. مش مهم لما نخدها فيه ما بعد. لكن اعرفت زين زحم. لما نلاقي سي او او اتش. سي اتش ثري. ار. لقيت ار. لقيت سي او او في النص. يبقى التلاصطر. يبقى من شوية اقول لما نلاقي او. يبقى اثر. لما نلاقي سي او. يبقى كيتون. لما نلاقي سي او او. يعقى قيت الاسطر. فمثلان تي اكش سري. سي او او ستنين اتش خمسة. اسمها دي اي اصطر مجموعة مصل من ناحية مجموعة ايه صايل من ناحية. ننشوف ازاي قالت ازاي ايه استر لما نلاقي سي او او. دي ايه في جب ده دي. سي اتش سري اسمها مصل. مصل. طب ودي ستنين اتش خمسة اسمها ايه صائف. يبقى اصطر مصل. اي صايا. ار لو لجت ان اتش تو. ار لو لجت ان اتش تو. يبعي لها اسمه عائلة الامينات. عائلة الامينات. سي اتش سري. ان اتش تو. اسمه ميسايل امين. ميسايل امين. عرفت ازاي? امينات لو ان اتش تو. لا دي مجموات الكيل اكيد ايوها. اسمها مجموات ميسايل. يبقى ما ازل نلاحظ ان اي مركب عضوي. لازم في مجموات الكيل. مسلا ار سي او ان اتش تو. يبعي لما لاجي ان اتش تو ان امين. لما لاجي سي اوبا كيتو. طب اللي اتنمع بعض. يبعي لها اسمها عائلة الامي دات. امي بالدات. امي دات. فان شاء الله سي اتش سري سي او. ان اتش تو اسمه اسيتامايد. هناخدها ان شاء الله في نهاية المنهج. وهكذا. يبقى زي ما قلت لكم ان مجموعة الاركايل مهمة جدا جدا. ورغم كنه يجيس الانتحان. ليه? ان القواعد الكيمية كلها موجودة. اي عيلة لازم تعدى على الجدول ده? لازم. اي حصة عضوية لازم تعدى على الجدول ده زي جباري. من اول عضوية الاخرها. افتح اي اتتب في العالم عضوي. هتلاقي الاعالات دي? اه. لازم. تنسي تلاقي تزي لا فاي مركب عضوي. يبع حلوة الكيمية العضوية بمجرد النظر. اي كتاب تفتحه كده وتجلبه. تلاقي في ار تافي ان دي كيمية عضوية. تلاقي معها هدروكسيد تافي ان دي كحلات. تلاقي اكسجين في النص تافي ان دي اثير. وهكذا. يبادي يا عميه كلام الحلو جدا جدا في مجموعة الاركايل. اهم قاعدة قلتها دي. يترات على ذلك الاتي. التسمية بقى. الاسامي جات ازاي. فناخد جزء من التسمية ورب نسه. تسمية المركبات العضوية. تسمية المركبات العضوية. زي ما اتفاقل المركبات العضوية فيه مشبه وغير مشبه. اولا المركبات المشبهة. نقلنا نعرفها ازاي من شوية. نقلنا نعرفها ان كل الروابط احدية. ذات الروابط الاحدية. يبا عندك الكربون والروابط حاليا وحادي. تافي ان دي مشبه. بين زرات الكربون ما اللي اجابي لفوق. يبا بين الكربون الكربون اللي كيميا عضوية كيميا الكربون. يبا لها دي يكون بين الكربون الكربون روابط احدية. تافي ان دي مشبه. القواعد نعمل ايه? نمر واحد بنعد زرات الكربون. بنعد زرات الكربون. نمر اتنين نضيف المقطع الف نون. نضيف المقطع ان. يا مشاهد. فلو قال لك سمي المركب الذي امامك. كم زر الكربون? واحدة. هنقول ميز باللغة اللاتينية. وكل الروابط احدية فنضيف الف نون. يبا سمي يسان. ده كم زر الكربون? اتنين. والباقة هيدروجين. الهيدروجين كل التفاجنة يكتب او لا يكتب. الهيدروجين هو الوحيد المسموح له يكتب او لا يكتب. يبا زراتين كربون ايه? ومشبع يسان. دولة تلات زرات كربون بروب ومشبع بروبان. وهكذا. هوب الخطوة التالتة. طب لو يجينا تفرع بقى. في حالة وجود تفرع. يعني تفرع? يعني زراتك بين جنباط 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 جنباط. واحدة الوحديها. ماذا نفعل? في حالة وجود تفرع نعد زرات الكربون في ايه? اطول اتجاه يكون في اتجاه دوري واحد. يلا نصح صحيح عن ايه? ايه ايه يا حالة وجود تفرع? ما نعدش الكربون كله. ماليه? نعد زرات الكربون في اطول اتجاه. يكون في اتجاه دوري واحد. ايه اتجاه دوري واحد ده? تمشي بالقلم على الخط. ممنوع ترفع عيدك من عليه? واحد نين تلاتة اربعة. ما اقدرش اقول خمسة. وممنوع ترجع. ممنوع الرجوع. ممنوع ترفع عيدك وممنوع ترجع. واحد نين تلاتة اربعة. او واحد نين تلاتة اربعة. او واحد نين تلاتة. ناخد الاطول. يبقى كلمة اتجاه دوري واحد بتشبهني باللغز اللي ملوش حل على مستوى العالم. اللي هو بيقولك عندك زرف جواب مكفول. عندنا زرف جواب مكفول. عايزين نرسمه بالجلم. بحيث ما تجيبش خط على خط. ولا ترفع عيدك من على الوردة. مش هتقدر. ولا اي حد في العالم. اه. 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 جاءت خط. خطر ارفع عيدة. بازل لغز. خطر مش عالخط على خط بازل لغز. يبقى ما هم تسروا ايام والليالة والسنين لا يمكن تجيبوها. اه. في خط نظف اه. ارفع عيدة بازل. فهدك يون العضوية. بنمشي عالخط مستقيم. خلو باقي بقولين ما نقولش مستقيم. ليه? ولو حطت لك زر الكربون هنا. بيقيت خمسة واحد نين تلاتة اربعة خمسة. يبقى مش اخذ الاربعة بالبدا. فقل دي باقي المكتوب ما قلتش نعايز زر الكربون في اطول اتجاه. يكون في اتجاه تزوري واحد. تمشي بالجلم. لحاية لما الزراجتك تخلص بشرط. ما ترفعش يدك من عليهم. ولا ترجع مرة اخرى. يعني دي واحد نين تلاتة اربعة. واحد نين تلاتة اربعة خمسة. ميش طب. يبا خمس زرات كربون. خمس زرات كربون. يبقى المرات خمسة دول ما قلتش اربعة تابو. طيب يبقى دول خمسة. يبا. تابو دين سيفا؟ هنشوفها. في حاجة جود تفرن. هد زرات كربون في اطول اتجاه. يكون في اتجاه دول عرفنا من الخمسة. طبو الخمسة لسه اخذينا من شوية خمسة اللتين بنت. ومشبع بنتان. طبو دين سيفا؟ يبقى الخطوة الرابعة. زرات كربون. الغير مرقمة. الغير مرقمة. يعني المتفرعة. تنسب الى مجموعات الالكايل. تنسب الى مجموعات الالكايل. ويكتب اسمها امام الاسم. ويكتب اسمها امام الاسم. ويكتب امامها. ويكتب امامها. زرات الكربون. رقم. رقم زرات الكربون المتصلة بها. يلا نشوف يعني ايه. زرات الكربون الغير مرقمة دي. ماذا بنلاحظ. ايه اللي حواليها؟ تلاتة هدرجين بس نشورتمين. اه. خدنام شوية في الجدول. مجموعة مي سايل. بقول لكم الار وراكم وراكم. جايلكم جايلكم مية المية الجدول خدنام شوية. دي مجموعة مي سايل دي سي ايه اتش تلاتة شارطة. يبزارة كربون الغير مرقمة. المتفرعة. تنسب الى مجموعة الالكايل. ويكتب اسمها امام الاسم. يبقى قدام الاسم اكتب كلمة مي سايل. طيب. في حد وجود تفرع نعز الارض كربون في اصل تجاه تجاه دور واحد. والترقيم. والرقم اللي تجاه خدناه. يبقى نسايا ما كان فضع عشان كده. نرقم من اتجاه الاقرب للتفرق نقال نقوم من اتجاه الاقرب للتفرق ترقيم ان اتجاه الاقرب للتفرق يبعنا اخذنا الخمسة دول نرقم قلوا واحد اتنين ثلاثة اربعة اخمسة واحد اتنين ثلاثة اربعة يبقى او겠다 طيب بزر الكربون غير مرقمة اسمها ميسايل أين تقع؟ مواصلة بزر الكربون رقم ثلاثة فحط الرقم قدامها يوبا اسمها ثلاثة ميسايل دمتان تاني زر الكربون غير مرقمة طب في حاجة أسأل من كده نفترض الطالب لسه مش قادر يحط الجدل ده فنديكم هذه من عندي نعد زرات الكربون غير مرقمة نعد زرات الكربون غير مرقمة ونضيف عليها المقطع اليل ولا تزعل. زر التربون دو علاش رقم? ايوة. كم زرها واحدة? مفيش غيرها. فاقول ميس وحط يلي من عندي. ولا تزعل. لو لجينا زرتين مش مرقمين تحت واحد يكون في تجاه واحد. اقول اس واضيف كلمة يلي من عندي. تلات درات تربون في تجاه واحد مش مرقمين. برب ويلي من عندي. يبقى هذا المراكب تاني يبقى الخامسة بنت ومشبع بنتان. نرقم في تجاه اطول اهو. التقم من ايه حضا حل والنضيف النص. يبقى من ايه حدة تنفع. عند تلاتة فيه تفرع اسمه ميسايا. يبقى شبهناه بالعنوان بتاع الواحد. اقول انا جاعد فين? مثلا في ابو جبل. شارع. شارع مثلا شارع العفاريك. الموجود في ابو جبل. رقم البيت خمسة. طب الزبط كده. يبقى ابو جبل تكتب من ورا. المراكب الرئيسي. الميدان الرئيسي يتكتب من ورا. والشارع جدامه. رقم المنزل. طب الزبط بالزبط ازاي العنوان. يبقى الميدان الرئيسي بنتان. اين تقعت فيه عند تلاتة? اهو. وانت ماشي في شارع البنتان. بعد تالت بيت. لجيت حارة. اسمها ميسايل. تلاتة ميسايل بنتان. وهكذا. يبقى لو مسير اخر اهو. يبقى كم زر الكربون دول? وخلاص عرفنا? واحد نين تلاتة اربعة. واحد نين تلاتة. واحد نين تلاتة اربعة. يبقى اربعة. طب في اربع خط مستقيم وفي اربع متفرع. يفضل. يفضل الخط مستقيم لكن براحت تصالب برضو. ولكن راحت المدرس. يبقى الاربع دول خط مستقيم. وفي اربع متفرعين. يفضل في هذه الحالة خط مستقيم. ايوة نعمل ايه? ونرقم منين? من ديال اقرب والتفرع. لو مشيت من هنا واحد نين. لكن واحد نين تلاتة. يبقى الاقرب من انا. ماشي? يبقى واحد هن تلاتة اربعة. هنا باجي بصوا على ايدي. نفترض واحدة مش عارفة برضو. ففي طريقة احسن. نمسك هنا وهنا. ونقول هاد درد الكربون بفقى تفرع? طبعا لا. طب ودي? ولا دي? نمشي هنا. بفقى تفرع ايوة. يبقى الرقم من هنا. ها طريقة تاني. عشان متزعلوش. تاني. اربعة طرات كربون خطو مستقيم. الرقم من هنا ومن هنا ومن تجيال اقرب للتفرع. با هنا ها التفرع. لكن نفترض نسيتي. يبقى خلاص الكربون ده وكربون ده. ما فهمش تفرعات. تمشي كده? اه في تفرع اهي. بالرقم ديال ايمن. اربعة بيوت. ومشبع بيوتان. عند اتنين في حارة اسمها ميسايل. يبقى عند اتنين في حارة اسمها ميسايل. كمزر السربون? واحد من ثلاثة ربعة خمسة ستة. واحد من ثلاثة. واحد من ثلاثة واحد من ثلاثة ربعة خمسة ستة. يبقى الستة هي الاطور. في ست مستقيمة في ست مستقيمة في ست مستقيمة في ستات منحرفة. في ست مستقيمة وفي ستات منحرفة. نختار الستة المستقيمة طبعا. يا الله يا بنات اتسعدوا نختار الستة المستقيمة. والولادي اختار الستة المستقيمة طبعا. يا الله. نرقم من اين بقى? واحد من اين? واحد من اين دين هنا. يبقى في هذا الحال نختار الاكثر الاكثر تفرعا. يبقى في تساوي. في حالة تساوي الترقيم في الاتجاهين. في حالة تساوي الترقيم في الاتجاهين. نختار في الاتجاه الاكثر تفرعا. نختار تفرعات تجار اكثر تفرعا. يبقى نختار من هنا. واحد من ثلاثة اربعة خمسة ستة ستة هيك يبا نكمل ميصال هنا وميصال هنا وميصال هنا يبا عندي خمسة وعند اتنين يقول عندي اتنين واتنين وخمسة اتنين واتنين وخمسة ثلاثة وكذا وان شاء الله يقصن خلص ان شاء الله الحلقة القادمة نحكيه التقلم انت اوسع واوسع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته